أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً اليوم السبت سحب تنظيم نهايات كاس أمم إفريقيا 2025 من دولة غينيا موتسيبي قال أيضاً أنه يشجع الجزائر على الترشح لاستضافة نهايات كاس الأمم الإفريقية 2025 جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الكاف اليوم بالجزائر أريد أن أحيي رئيس اتحاد الكرة الجزائري جاهيد سفيزيف على الاستقبال الكبير الذي خصني بها وأنا هنا من أجل المشاركة في قرعة كاس أمم إفريقيا للمحليين ومن أجل الأعلن أيضاً عن سحب كاس أمم إفريقيا 2025 من غينيا باعتبارها غير جاهزة لاحتضانية المنفسة أشجع أخي سفيزيف على ترشح الجزائر لاحتضان هذا الحدث فنحن نتحدث عن بلد يمتلك تاريخ حافلاً في كرة القدم لقد سجلنا تطوراً كبيراً في المنشآت الرياضية مؤخراً في الجزائر خاصة في ظل استعدادها الاحتضانية بطولة إفريقيا للمحليين وهذا الأمر مهم للغاية خاصة أننا نسر على أن نمنح شرف تنظيم النهائية لبلد جاهزة ويضم منشآت رياضية متطورة لقد اتخذنا قرارنا بفتح الترشيحات للدول الراغبة في احتضانية كأس أمم إفريقيا 2025 بداية من اليوم وأؤكد أننا سنواصل اعتماد النظام السابق بخوض المسابقة بأربعين وشرين منتخبنا الجزائر بلد مذياف ويتنفس كرة القدم ونحن نشعر بالراحة كلما أزرنا الجزائر شكرا للمشاهدة